مرحبا بالمستمعين وضغط النتيجة ذي الإسماعيل المصري كان خطير في بعض الأحيان بطبيعة الحارس نادي الأفريقي البلبولي حقيقةً نقول ديما حقيقةً إضافة كبيرة وفي وقت حساس برشا أصبح هو كأنه يمشي في الفريق الكل من تالي من ريمون وعمل ديبارات كبار في وقت صعيب ووقت نادي الأفريقي مسيطر مثلاً وحب يساجل وضيع هدف ووقت نادي الأفريقي بدأ فيبريل تالي ونجم يقبل هدف في أي وقت فسخ أكثر من هدف اليوم بقتل نظر المباراة السابقة لأنه في الجزائر عمل إليتي مع أنت بطل المباراة في مباراة أخرى كان كيف كيف في البطولة متاعنا نادي الأفريقي ما خرجش اليوم من رابط العبطال أخرج من مباراة القسانتينية ما زنبي هنا أنا بالنسبة لي رغم اللي أنا شفت الفرق هو كي تشوف لك الأسمان اليوم اللي فرق بكل كلوب القسانتينية كامل وفردك الأسمان اللي فرق ثمانية متاع ما زنبي اللي فرق ثمانية متاعاوز ما زنبي على مستوى أهديف المكبولة ومدفوع لكن لما تحب تربح في كاس أفريقيا على أرضك تحاول أنك تنتصر فمن النادي الفريق خسر مع ندي الفريقي المتعادل مع تونس لكن ندي الفريقي يقفر بالنسبة لي هم اللى الفرق لانك المفترض ان تنتصر على ندي الفريقي على ارضك وتخسر خارج ارضك تنتصر على قصنطينة على ارضك وتخسر خارج ارضك هذه هي المعقولة لوني عمل مبارة بطولية ندي الفريقي خارج أرضه في الإسماعيلي وعاود مبارة بطولية أخرى خارج أرضه في قسنطين لتعديل الأمور نوعا ما لكن ما كانش كافي نقول التعادل اللي عمله أمام مازمبي في تونس أسخر برشا على ذك هو اللي كان حاسم اليوم بالنسبة ليا زوز نقاط إضافين ندي الفريقي في ترتيبه يترشح مهما كانت نقطة إضافية يترشح كي تشوف كراسمو معناها الكلوب ما كانش بعيدة بعيدة برشح على التأهل معنى رغم اللي الفريقي غاب مد على بطولة إفريقي لكن كان قريب برشا كان قريب برشا وشوف بطبيعة الناس بشتعيش توا مرارة الانسحاب من رابط الأبطال أنا نشوف في اللي ندي الفريقي بالظروف اللي عاشها الكبيرة برشا والصعيبة برشا والظروف الكبيرة معنى أنت على مستوى الإداري وعلى مستوى الفني وهزيمة قاسية معنى أنت شنيعا وعن ما في ما زمبي تخلي الفريق رغم هذا الكل يقعد ما في المنافسة لأخر وقت أنا بالنسبة لي يجب أن يبني النادي الفريقي على الزكية ذوما الكل فما سلبيات وفما إيجابيات يخلي الإيجابيات يحاول في سعية يصلح السلبيات متاعه جستما سؤال اللي بعد وانتشوف فما مؤشرات إيجابية في الفريق هذا؟ هو تشوف ريت شو صار هو في النادي الفريقي فما حاجتين مهمين صاروا المدرب جاء تحمل المسئولية ما معنى أنت تحمل المسئولية؟ ما معنى أنت مش معنى أنت عيبة الشهابلية صاحب الشهاب وصديق قريب برشا لكن نتصور اللي المدرب الزبانكا حاليا نشعمل تحمل الفريق بمشاكله معنى أنت أبعد الفريق الفريق الأول باللاعبين المتاعوا على المشاكل المحيطة بالنادي باللاعبين وتحمل هو مسئولية الأمور الانضباطية والأمور الباقية الكل ما معنى أنت حسب نعرف انا وحسب عندي فكرة على الكواليس فرغ النادي الإفريقي فرغ النادي الإفريقي لكل الناس الكل لحول الفريق وخلّى الفريق يخدم بعيد ما معنى الفنيا اللي عبين عندهم مدرب متاحهم الأكثر الأقل الأمر الثاني أنه أصبح هناك ناتق راسمي بركة لنادي الإفريقي يتكلم باسم النادي الإفريقي شنو وصار هنا؟ الجماهير النادي الإفريقي والرأي العام قاعدين يردوا ديركتمو على كل معلومة كل إشاعة كل الخبر يخرج في السوق عمل إضافة هذا معنى بالنسبة لي بطبيعة مهم مهم برشا في الظبابية كانت تقبل هي مأثرة برشا تخلي التأويل والتأويل يخلق الفوضى والفوضى تخلق الارتباك والارتباك يخلي الأمور تمثل اللاعبين اللي قاعدين يتبعوا في الإعلام ويتبعوا في الصفحات للتواصل الاجتماعي بالنسبة لي المؤشرات الإيجابية هي تبدأ في عزل الفريق كرة القدم أبعادوا نوعا ما على الأمور الإدارية والأمور المالية والأمور الإعلامية الأخرى ما على المستوى الفني شنية؟ أبقى الحكاية الناطق الرسمي شنية؟ إضافة مثل زفونكا مع العالم أنه نادي الفريقي هذا المقابلة 6 ساعة التوالي مقبل حتى هدف ما مقابلت في 8-8 عام تعمل زنبيل فريق مقبل حتى هدف مهم برشا الأول حاجة عمل إخلاق انضباط تكتيكي على مستوى الانتشار فوق الميدان الانتشار الدفاعي معنى أنت الفريق والذي يخسر الكرة أن يلعبين الكل يحاولوا أنهم يقفروا الكرة والناس كل بردت معنية بالفتكاك الكرة اليوم كان نشوف زهير الزوادي ولا يجري يحب يفك في الكرة زهير مكانش من عداز متاعه رغم أنه لعب اليوم في المركز مش متاعه متعود يلعب العجاري صار العب كثيرا لعب كان درجا مهم برشا أنه الناس كل تولي معنية بالفتكاك الكرة في الكرة الثابتة لإفريق الدفاعية أحسن تحسن برشا على مستوى الثنائيات في الدول نحس اللي ملاعبين تأنادي إفريق قاعدين يربحوا في الدول متاعهم يربحوا في الكرة التي تتيح بعد الدول برشا سميها الكرة الثانية تتيح بعد الدول قاعدين من الإفريق تفهموا بريزنس في استيران لذلك غلوبالما شوف تشوف اللي جاء المدرب وراء الملاعبية بسرعة هاوش طالب منهم باش نجم وطبقوا على الميدان الحاجات الأولويات رو فشوف في الكرة مش مش نحب ناخو اللي ساعر فينا دي حمام نلف اللي ندر فيه توا مش نجيوها باعة بتباعة في الكرة ما تنجم مش إلا ما ترجع للثوابت في كرة القادمة مرة ترجع للثوابت اللي هما تمركز الصحيح لامبليكاسيون على الملاعبية متاعك كون الملاعبية الكل معنيين حسنين بالمسئولية باش نجم تبني ما عندك ما نجم تبني حتى شيء إذا كان ما تحسش الملاعبية متاعك حاسين بالمسئولية فهمين المشكل وين ويحبوا يلقوا الحل معك ما كانش ما عندك وين تمشي معاهم ربما أي لغة أي ديسكور باش تعملوا الملاعبية متاعك باش تحمسهم ويا إذا كان فنيا مش واضح إن وين تحب تمشي بهم ما تلقاش نتيجة إيجابية بأظم من الحاجات إيجابية شنو من النقايص شوفه في فريق الحادي بتاع الأفريقي نشوف نقايص على النادي الافريقي واضحة العديد من الملاعبية متاع النادي الافريقي ما زال ما وصلوش الفورما متاحهم التوب نيفو متاحهم فما بعض اللاعبين اللي قادين يخدموا طوي برشة وقت بالشيخلط للمستوى الباهم تاعوا يلزموا يخدم برشة بمزاقين مهاما كاملتهم اليوم فيما المهاجم متاع الأفريقي شو اسمو الجديد فما ساسركو فما كومباري كومباري باهي مش خايب ماعنتم ملاعبي باهي كان يمشي يلعب في فريق متاع وسط الترتيب في تونس مش عمل الإضافة لكن موش شخص موشتع الأربع الفريق الكبير متاع الأفريق في البطولة متاعنا متاعنا متاع الأجانب غايب اضح لا غايب اللي عملوا الفريق في الظروف الصعيبة كان الشماخي كان الخفيفي كان الدراجي والبلبول اليوم يقاعد يعمل في الفرق هو نفس الشيء. في الاخر كي ترجع انت في الظروف الحساسة في الظروف الصعيبة العاشها. النادي الافريقي الماتش كله في المومان كله الأجانب مكوناش موجودين. عده شنو لازمو يبني زفونكا في بشكم المقابلة بشكم البطولة تونسية في مرتبة. على اقل تخوى اللي يكون موجود في المسابقات الافريقية العام الجيه. شوف انا بني. وتشوف اسكو هذا ممكن ولا ليه معناه. ايه هو ممكن لكن. شوف حاليا كانت شوف الترتيب فهم خمسة عندية. اهم خمسة مراة بالأولى واضحة ما. بين اربعة الكبار. واليوم النادي البنزارت يدخل داخل في الحسابات الجديدة. النادي الأفريقي يلزم يخلط على المرتبة الخامسة ولا المرتبة الرابعة. المرتبة الرابعة اهله المشاركة على المسيته الإتحاد الافريقي ولا المشاركة على مستوى الكاس الإعرابي أصل العربية. البطولة العربية behind the esbalいいه اهم من الكاس الكاف. أنا شخصياً مع ذلك، لماذا؟ خطر على المستوى المادي أهم برشا؟ يشاركوا فيها دول والثاني بطولة عربية؟ ذلك اللي يقلق برشا، ذلك اللي يقلق، فما أخبار تقول اللي ممكن بشكل تقع إضافة للمشاركة الرابعة، مشاركة ثالث عفواً اللي ممكن فما تبقى ثالث حسب البطولات وقوة البطولات اللي مفهمة مشاركة سماعت مع ذلك نتمنى أن يكون فما إضافة لأنه أندي لكل يوم تحب تلعب البطولة العربية على خطر فيها أكثر على المستوى المادي نتمنى مشاركة في الاتحاد الأفريقي حسناً، هذا كان حديثنا عن الناد الأفريقي اليوم وانسحابه من شامبيونز ليغ الأفريقية تشوف ترجي باركنتو حتى بالفريق الثاني وظهر اليوم عادة فوزة من زيمبابوي نعم، ترجي يذي يشوف عنده فريقين إذا كان مش أكثر ترجي يذي تونسي عنده فترة قاعد يبني في الإنجاز متاعه قاعد يجهز في الفريق متاعه، فريق متاعه وتحصل اليوم على الموسم الفارط على بيط الأبطال ما هيش تطفى، خدم عليها وقاعد يدعم في الفريق متاعه بالمجموعة متاع من العبيرة وقاعد يأخو في ديريكروت مونسي بلاي ما هيش كما جاء نفهم اليوم عليش الحرب اللي صارت الكبيرة وقتها وقت بيجي بجي بفرانكوم، محاملة المحافظة على الكل يبالي الاخنيسي فقط اللي يتعدى في ظروف صعيبة متاعه ووقع دعمه ومساندته ومساعدته بشخرج من الفترة الحارجة اللي هو فيها اضطرابات حصلت قبل على المستوى الإطار الفني ووقع مساندة ودعم معين الشعباني اللي يحطى بيه ودعم المجموعة اللي عنده بمجموعة كبيرة برش مطعم لعبية مشايل بالفريق الثاني اوكي انا بالنسبة ليه موش فريق الثاني مشايل انا بالنسبة ليه تراجي هذه التونسي عنده فريقين نجم يلعبوا المستويات مش متقاربة صحيح على مستوى الخبرة بعض الملعبية لكن عنده لعبين ممتازين حتى كتشوف الكاسمو تراجي هيرب الانديا اللي وراه تشوف هيدا الفرق بين كلب الاسبرونس في الاسبرونس متاع الموسيبقات الفريقية ممكن ممكن لكن احب اقول اللي الفرق الفرق الكبير اللي عاملوا التراجي هذا تونسي هو علي مستوى الاستمراريه الاستمراريه في الخدمة اوه بثبات معنا بالنسبة ليهها فم فهم حتى ضجة وحتى مشكل خلق بلبلا في صنف في صفوف التراجي اوالي تونسي على المستوى الاداري ولا المالي ولا ايي شئ ما all the research تراجي الى تونسي اي مشكل ممكن يصير وصارولوا مشاكل على بعض الهزائي من اللي ما توقعها ولا خروج نربية الابطال في الل gitu الموسم قبل الماضي. اي حاجة تصير تأثر نوعا ما ثلاثة اربع ايام وسبوء وبعد يرجع الترجل بسرعة وبطبيعة. بطبيعة عامل الخبرة. سؤالك سحيحوا عنده الخبرة في التعامل مع المباراة الكبيرة. لكن عنده الخبرة في كثرة المشاركة متاعه تساعده بالطبيعة. تشوف الافريقي ضايع شوية وقت مع ملربين السابقين. في الموسم الزايع نادي الافريقي ضايع منذ فترة سيمون. بالاسبالية نادي الافريقي عنده فترة عنده ثلاثة سنين وربعة سنين كان ممكن يبدأ يبني في الفريق متاعه. بش اليوم اي ارتباك يسير واي مشكل كان ممكن يسير على المستوى الملاعبية متاعه يكون عنده زاد بشري يبني عليه. شوف نادي الافريقي خرجوا منه ملاعبية. العديد من الملاعبية كانوا ممكن يقعد يعملوا الاضافة. ما وقعاش اقحام ولا مساعدة الملاعبية الصغار بش يدخلوا في المجموعة بتدرج. بارس ملاعبية خرجوا مشاول الاندياء اخرى ولا مقعتش عقودهم. هو سيرتو السابر اللي خلاب داسك بيه. وبعد فما الجوار اليدار. الجوار اليدار اللي هما سابر الخليفة. سابر الخليفة مهما كانت يبدأ مستوى حتى لو مهوش في اوجي العطاء متاعه. وجوده في المجموعة مهم بارسا. شوف سابر عنده بالنسبة لي انت جانب العيد عنده عنده قيمة. فملاعدي من اللعبية كانوا في النادي الفريقي وخرجوا من النادي الفريقي. مبكرة ديارات. مبكرة ديارات عقريبا. ملاعب سبافة عملا في النادي الفريقي. ايه ما كان عنا ملعبية كان ممكن احسن من خطر تتعدي فترة انت معهم من اللول. وهما في فترة تأقلم وفترة اندماج. واحد بعد يبدأ يعطي فيك في النتائج. تحس اللي ممكن يعطيك النتائج. وبعد يمشي ويلعب وتلقى عنده تجارب مع كاس افريقيا. وجي ملعبية اقل قيمة يتولي فهما مشكل مع انت. مكشفها منت وين ماشي بالضبط. جي ملعبي اجنبي. وتصبر عليه بعق 3 سنين. تصبر عليه عام اللول والثاني. ومن بعد تسايب ويمشي ويجيب ليه باقل قيمة منه. ويجب ان تصبر عليه عامين وخرين حتى يدخل في المنظومة منتعة. اذا فرد تغييرات اطر الفنية كيفة كبيرة ها. تغييرات ديما ديما. الفريق النادي افريقي ما تعرف شوين ماشي بالضبط. فنيا نحكيه. تعرف شوين ماشي. دون كوتوماتيك ما. انا حسب رايي يشوف. حسب رايي بقتل نظر على شكون المدرم. مثل النادي افريقي فريق الاول. الادارة الكورة لازمها تكون واضحة. معنتها شكون لهي بالتنظيم الرياضي. مثل افريقي ما نحكيش. ما نجم يكون مدير رياضي نجم يكون رايي حاجة اخرى. لكن شكون لهي بالركورتمان. اكوغ تاغم ايا موين تاغم. شكون لهي بالعقود. شكون لهي بالسبير فيزيون. ما تبش شوف ملاعبية اللي حشتوا بها من الدفاق الخدام. في تونس وخارج تونس. هذا هو اهم حاجة. نيوم التاراج الرياضي ما نصورش. ما نصورش. اللي التاراج الرياضي تونسي. قاعد يخدم بالصدفة. ولا نجم رادي الساحلي. ولا حتى النادي السفاق سي رقم العاش مشاكل. شبيهة نوع عامية بالنادي السفاق. يخدموش بالصدفة. يعرفوا الماشين. كي يعملوا عقد الملاعب. يعرفوا اللي بعد ثلاثة سنين. بني نجبي وبني وعليه. يجدوا عقود بعض اللاعبين. مش يخلقوا بمجموعة. فلا بوجي دل رضمو متاحة معناتها. وليك هو المهم. نحن نسألك على إضافة منعبية أصحاب الخبرة. كما بيلا العيفة يسميح يا زهير الزوادي في الأفريقية. تشوفهم إضافة كبيرة ولا نشوفش حاجة كبيرة. شوف أصحاب الخبرة الخبرة مهمة برشا. كي بلا عندك منعبين نقسين خبرة. خصوص على المستوى المشاركات الإفريقية. زهير الزوادي عنده قيمته بيلا العيفة عنده قيمته. بالطبيعة المشكلة وين؟ المشكلة يجب أن المردود متاحهم في الميدان ولا يحكم برشا على نظرة الناس لهم. إذا كان يعطي في نظمان في تيران يقولي دوره مهم. إذا كان مهوش يعطي في مردود في تيران يقولي بالنسبة للعباد الناس الكل والرياض الرياض العامل يقولي دوره مش مهم. نحس إلي في وقت صارت مشكلة في النادي الأفريقي في الفترات الأخيرة. ما قاموش بالدور بتأثيري المهم متاحهم. بش يكونوا معانتها هما اللمين المجموعة بخليش تخرج على الإنفلياتك ليسار الكل. هذك هم نجم نعيب عليهم في الفترة ذلك بالذات. لكن ينجم يكون مردود في التيران ما هوش ممتاز ما هوش مثالي. مجدد فمه هذا عشما أسألتنا. ما كانش مثالي في فترات مهمة ما كانش مثالي بتبيعه. لتلافة؟ لتلافة بتبيعه. بتلافة بتلافة سيدنا رماء الخطر ما هوش اذك مردود بالعيفة له مردود الذوادي له مردود وسام يحيا. وسام يحيا اليوم خير اليوم مثلا في وسط الميدان كان بريزنس متاعه خير بارشا من الفترة اللي فاتت. بتحسره في قلب الدفاع. بتبيعه يقعد الدراجي. الدراجي يعمل الدور اللي عملوا شوية صابر خليفة على المستوى الانفلونس تكنيك في الكيب معرض. الدراجي كان كيف يبدأ يلعب. تحسني نيفو متاعه وخير من نيفو متاع الملعبية الكل. دونك يعطي ثيقة للناس ويعطي ثيقة الملعبية ويعطي ثيقة حتى للجمهور بشيغل. تتصوى لو كان موجود كان يزيد. بطبيعة يزيد. رغم اللي عنده فترة بطاح شوية. مؤثر برشا في البلاريتا دي جاي يعمل الفرق هو. باهي بالرأس شوف روا دفاعيين يعاون برشا كان بالرأس دفاعيين وهجوميين. سيحصل على البلاريتا دي جاي برشا دي بلاريتا دي جاي يبضي هاللي. محسن تنفيذ محر زهير الزوادي اليوم. محسن تنفيذ محر زهير الزوادي ونحس لي معناش ملعبية كبار بالمستوى اللعب بالرأس. معناش ملعبية اللي يعطي يعمل الفرق يدخلوا اسطبعوا الوديزيوماتر بالرأس. في الكرة في الثيابتة حتى لتوا ممكناش روابا. النادي الفريقي مسجلش. تشوف اليوم. جزيري هو كان يزرب مليح. ايه واحد بارك شوية بريف بفريق كبير يلعب في رابط الأبطال ما. تحي. مزن المتواصلين في زون ميكست حتى للخمسة متر عشية بعد نحبها شوية نحكيو. علي كنت لتجربتك التدريبية خصوصا في موسم كماريدي حملام في الموسم هذا. لكن نخليكم مع الأخبار بعض متواصلين حتى للخمسة متر عشية في زون ميكست.